البنوك المساوية تحقق أرباحا استثنائية هذا العام وإن كان على رأس هذه البنوك الاستابانك بمجموعاته والأرباح تراوحت لتلاتة فاصلة أربعة مليار يورو وده يمكن كل ده محصل من عامة الشعب وإن كان هناك فيه ارتفاع في الأسعار على الجانب الآخر ارتفاع في أسعار الطاقة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية ونلاقي على الجانب الآخر البنوك بتحقق أرباح طائلة وجهة نظرك من ناحية حجم أو كبر حجم الفوائد اللي بتتعلق بموضوع البنوك يعني بصراحة شيء مؤسف يعني أنه عما تلاقي مثل ما تفضلت أنت موضوع البنوك اللي حقق أرباح كتير كبيرة أرباح كتير عالية بالمقابل يعني عما تلاقي عما تلاقي يعني ارتفاع التضخم زيادة الفقر الشركات الكبيرة هي اللي فقط عم تقدر تحقق بصراحة يعني حالة من الأرباح مع هاد مومنتوم البنوك النمساوية نعم تحقق أرباح استثنائية هذا العام هذا كلام صحيح يعني شيء مؤسف ثلاثة فاصل أربع مليار يورو طيب على أي أساس تذكر كمان عنه كان خبر قبل بأسبوعين شركات الطاقة تحقق أرباح خيالية وأرباح استثنائية لماذا يا سيد الكريم لماذا لأنه لأنه بصراحة آآ طريقة وآلية ارتفاع الأسعار التي حصلت بالفترة الأخيرة لم تكن مدروسة يوجد الكثير من الشركات الضخمة والمؤسسات الضخمة مثل مؤسسة البنوك مثل مؤسسة شركات الطاقة استفادت بالملايين بالملايين لا بل بالمليارات يا سيد الكريم وطبعا اللي بيدفع التمن ده كله المواطن العادي هو المواطن اللي عم يدفع وعم يصدقوا عليه ببعض الفتات وبعض المساعدات البسيطة اللي هي فعليا الغلاء كان يفوق بأضعاف مضاعفة